السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس رقم 12 الضمائر pronouns عندنا الضمائر نعرفه احنا اللي كنا نسميه الفاعل اللي هي الاي تستخدم للمتكلم والهي للمذكر للمؤنث لغير العاقل واليو المخاطب والوي متكلم طبعا مخاطب مفرد متكلم جمع وذي غائب جمع في حالة النصب بجر الاي تصير مي الهي هنا عندك الهي تصير هم هير ات يو تبقى نفسها اس يعني لنا اه اه الوي والذي ذم هس ايضا راح ناخذ عليها امثلة وراح نعرفها مثلا هستخدنا نقول اه يعني صير صيغة المتكلم المفرد مثلا اي اي اه مثلا اي 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 هذه السيارة لها الى آخره هذه السيارة لها الى آخره هذه كانت ضمائر في حالة الرفع وفي حالة النصب وغالباً حالة النصب بجر تأتي بالجمل مثلاً يقول هذا الشيء الي أو له وهكذا عدنا صفات الملكية اللي هي positive adjective وضمائر الملكية اللي هي positive pronouns عدنا صفات الملكية طبعاً لازم المئيز بيناتهم هاي صفات ملكية هاي تستخدم أو خلي ناخد ضمائر ملكية حتى ناخذ الفرق بيناتهم عدنا ضمائر ملكية اللي هي ماين يورس هيرس اتس اوارس هذا المنزل لي هذا المنزل لي هذا المنزل لي هذه سيارتي هنا ضمائر ملكية تصير هذا المنزل أو هذا المنزل أو هذا المنزل يعني بايسيكل 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 أو إز يورس أو إز هيرس إلى آخر بهذه الطريقة تكتب يعني هنا لي له أو لك يعني حسنا هذا البيت لك هنا هذا بيتك هنا يجي هذا بيتك أو هذا بيته وهكذا هذا الفرق بين ضمائر وصفات الملكية عرفناها أيضا عرفناها في حالة النصب والجر طبعا هي حالة واحدة في حالة النصب والجر هنا غالبا ما تستخدم في التحدث وتستخدم طبعا بكثرة وأيضا راح نجي بالدروس اللاحقة راح نستخدمها بكثرة عدنا ملاحظة نقول بعد الحرف حرف الجر يأتي دائما ضمير ملكية وليس صفة ملكية دائما يأتي مثلا إلى آخره مثل مع صديق يعني يعني هس إحنا داري رتب الجملة نقول I go to the cinema with a friend mine هنا يعني باللسان ما راح تجي فراح تكون خاطئة فيجي off ويجي بعدها ضمير ملكية عدنا على عكس صفة الملكية اللي نقدر نقول I go to the cinema with my friend بهذه الصيغة عدنا الضمائر الانعكاسية اللي هي myself yourself يعني نفسي نفسه هكذا يأتي myself المتكلم yourself للمخاطب himself herself itself هذه للغائب ours selves ours selves يعني هنا ركز لي ينقلب F V ضفنا ES هاي كان عدنا بالدرس السابق اللي هو إضافة S إذا كان عدنا في آخر الكلمة F أو F E راح يقلب V ويضاف ES yourself them self أيضا يستخدم للجمع عدنا ثلاث حالات ناخذ مثال She hurt herself in the garden هي آذت أو جرحت نفسها في الحديقة نفسها هنا herself أو نقدر نقول I hurt myself in the garden أنا أذيت نفسي في الحديقة هذا إذا كان بصيقة متكلم صيغة متكلم يصير I hurt myself in the garden وبالمخاطب آه راح نقول آه He hurt yourself in the garden He hurt yourself in the garden عدنا ضمائر الإشارة طبعا هذه ضمار إشارة جدا سهلة هذا This هذا يستخدم للمفرد القريب That بمعنى ذلك للمفرد البعيد This للمفرد يعفوا للجمع القريب Those للجمع البعيد مثل This is table That is my brother That is my brother This box are yours استخدمنا are لأنه صار عدنا عملية جمع yours هذه الكتب لك هنا استخدمنا ضمير ملكية أولئك أصدقاء هنا استخدمنا صفة ملكية يعني نشوف من استخدام الكلام يعني صار عدنا كم استخدام اسم إشارة صفة ملكية اسم إشارة ضمير ملكية هنا عدنا ضمير ملكية وهكذا those are my friends عدنا ضمائر الاستفهام اللي هي تكون الأسئلة where للسؤال عن المكان مثلا ناخد مثال where do you live أين تعيش أو where do you do من أين أنت إلى آخره هنا متى للسؤال عن الزمان مثلا نقول when you go to the school متى تذهب إلى المدرسة عدنا why للسؤال عن السبب مثلا why ذات لماذا هكذا what طبعا هذا يستخدم بكثرة عند الأسئلة which الاختيار بين شيئين راح أيضا نأتي لاحقا who أو whom من للسؤال عن فاعل عاقل هنا للسؤال عن مفعول به عاقل who's لمن السؤال عن الملكية مثلا who's the car لمن هذه السيارة how للسؤال عن الحال how do you do كيف حالك how are you وهكذا طبعا هذه يفضل أن تحفظ عندنا نهاية الدرس أنا طبعا كتبت هنا عندنا الأشهر الميلادية وعدد أيام الأشهر الميلادية طبعا أنا أحب هذا أنه طالب لازم يعرف أو طالب العلم بشكل عام يعني لازم يعرف هذه الأشهر وهذه الأشهر العربية اللي يريد يحفظها أيضا عندنا أيام الأسبوع وكيف تكتب بالاختصارات وهذه الاختصارات كيف تكتب